ماذا عن العمارة القديمة في القاهرة وفي مصر بشكل عام؟ يعني مثلا العمارة الفاطمية، العمارة المملوكية يعني كيف نصنها؟ دي موضوع بقى كبير جدا 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 محتاج أساسا سياسة دولة تحط المخططات لصيانتها ومحتاجها تمويل ضخم جدا وأعتقد أن الدولة النهاردة كمان بتعتمد على القطاع الخاص في موضوع التوميل ده وموضوع كمان إعادة الاستعمال وده اتجاه محمود لكنه محتاج إدارة عمرانية عشان ما يحصلش لخبطة يعني مثلا أجي حضرتك مثل يعني احنا جالنا في وقت في البيوت الإسلامية بتتحول لمراكز ثقافية أو معارض أو متاحف أو كذا في القاهرة التاريخية لحد ما حصل تشبع لازم النهاردة نبتدي نفكر في خطة لتوزيع أكتر للأنشطة المختلفة يعني لازم يقفيه بيت يتحول لمطعم مكان يتحول بيت تانية أو منطقة تانية تتحول لبوتيك أوتال وأعتقد أنه يعني فيه إحنا ماشيين في الاتجاه ده لكنه محتاج تنظيم محتاج كمان نعرف الخدمة بتاعته حتم إزاي يعني أي حاجة من الأنشطة دي هتحتاج مواد تدخل ومواد تطلع وناس حيولوا ومحتاج سيانة كمان وسيانة دائما محتاج كمان عمالة هيحتاج مواقف انتظار للسيارات يعني كل الحاجات دي منظومة الحقيقة معقدة مش صعب أن احنا نبتدي نعملها ونشوفها الأهم كمان أنه المحيط العمراني بتاعها ما نبصش نلاقي المباني العادية اتهدت وبقت عمارات عالية يعني الأغاقان مثلا مول بروجيكت أو مشروع في منطقة الضرب الأحمر اللي هي وراء حديقة الأزهر بصينا لقينا اللي حصل أنه مباني كتيرة جدا من العادية بقى بدأت الناس أصحابها يبيعوها وناس تانية تيجي تبني عمارات عالية تبوز المنطقة فإحنا محتاجين أنه الخبرة بتاعنا يبتدوا يبصوا على المناطق دي ويتعمل لها مخططات تنمية متوازنة بحيث أنه محدش يقدر يعمل ده من غير ما نعرف إيه اللي هيحصل لما يحصل تنمية للمنطقة دي